التفسير الأحلام هو معرفة ما يدور فيه الحلم الإنسان من أفكار واعتقادات وأفكار أما التحليل النفسي للأحلام هو معرفة سلوك الإنسان ما هي الأحلام؟ هي كل ما يراه الإنسان وهو نائم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرؤى على ثلاث رؤية من الله يراها الشخص أو طرى له حلم من الشيطان حديث النفس كيف نفرق بين الأحلام والرؤى وحديث النفس؟ الرؤى ما كان لها دليلا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التفسير ولها رموز لا يعرفها غير المعبر أما الحلم من الشيطان ما رواه البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد رأيت رأسي قطعة وأنا أمشي وراءها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخبر عن تلاعب الشيطان به وأما حديث النفس هو ما يفكر فيه الإنسان فيحلم به ربما إنسان يغلب على تفكيره أمرا من أمور الدنيا ثم لا يجد حلا غير أن يعمل عملية تنفيذ نفسي عن طريق الحلم طب نبدأ نشوف هل الأحلام دي علم يعلم أو موهبة؟ الموهبة في ذاتها لا تفيد في تفسير الأحلام ولكن تساعد على فهم العلم لقول الحق سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتين حكما وعلما